نحن مخطط المحاضرة نحن نحكي يعني بشكل عام الصداع من الأمور الهامة جداً بموضوع العصبية وليش؟ لأنه أمر شائع جداً بيعترض أي طبيب ما بس الأخصائي الأخصائي أو غير الأخصائي يعني مثل حضراتكم بس يعني نصير البراتيسيان أو طبيب عام أو مثلاً أنا يعني كاختصاص بعيد عن الاختصاص العصبي كثير بيعترضنا هذا ولازم أميز بين الأمور الهامة بموضوع الصداع. هلأ العلاجات الدقيقة والهي يعني ممكن نحن ما نركز علينا ذكرها بسياق المحاضرة ولكن بالنسبة لأمور اللي بدنا نحكيها هي المواضيع هاي. هلأ هو مقسم بمحاضرات الاربيسيز هو على خمس محاضرات الصداع نحن ممكن يعني نحاول يعني خلينا نقول أنه نعطيه بحدود ثلاث محاضرات إن شاء الله يخلص معنا وبهالطريقة إن شاء الله ما نكون نهينا موضوع الصداع قبل ما نبلش إذا في سؤال معين يعني نجاوب عليه قبل ما نبلش أنا جاهز ما في نحن جاهزين إن شاء الله حتى نبلش هاي فهرس المحتويات لحن نحكي نحن مقدمة بسيطة بعدين لحن نحكي على مقاربة المريض الصداع شلون من قاربه لحا الشقيقة واللي هي يعني أكتر مرض أكتر مرض يعني بيعاني منه المريض اللهم صلى سنة أكتر مرض بيعاني منه المريض يعني اللي بيراجعه طب العصبية وفي الصداعات التانية صداع توتري العنقودي فنحن لحيكون عنا يعني القسم الأكبر من مقاربة الصداع بالعصبية هو ل للشقيقة وبعدين بنصير التمييز بينات هون يعني مهم يعني لحن نحكي مقدمة لحن نحكي على مقاربة مرض الصداع لحن نحكي على الشقيقة لحن نحكي على الصداع التوتري بعدين الصداع العنقودي واضطرابات الصداع البدئية الغير اعتيادية مثلا المتعلقة بالسعال الصداع المرتبط بالعملية الجنسية صداع المرتبط بإلتهاب الجيوب وهيك نحكي مثلا على آلام العصاب القحفية مثلا آلام عصاب مسلسة بمائم آلام بالعمل لساني وبعدين نحكي على الصداع الثانوي واللي هو حياخد كمان أهمية منيحة بس موضوع كتير كبير لأنه نحن نجرسه بعدين بس بهمني أعرف إمتى هذا الصداع ثانوي ثانوي شو المقصود فيه هو ثانوي لمرض معين مهم لازم انتبه له مثلا نزف فوق الجافية بسبب صداع كمان لهيك أنا ما بيهمني قارب الصداع ما بيهمني قارب نزف فوق الجافية لأنه خطر صار على الحياة فبدي يميز أنه مثلا صداع التوتري مختلف عن الصداع المرتبط مثلا بأمراض خطيرة هاي فهرس المحتويات لحنرجع بقى للمحاضرة مثل رغبتكم ونحكي مثل ما حكينا مخطط المحاضرة صار هيك اليوم يمكن نحن نحن نحكي على الصداع المرتبط يعني بمرض الشقيقة نحن كمقدمة هو من أكتر الشكاوي يعني الصداع هو شيء حكيم سؤال المحاضرة الماضية حكيم بس سؤال المحاضرة الماضية ذكرتنا بالفحص السريري للحس اللمس أنه باعتلال العصاب اللي بتكون الإصابة على الإصابة المحورية بتأخذ التوزع الإصابي على الجوارب والقفازات يعني بالأماكن القاسية ما فهمنا الفكرة يعني بتنصب عندنا الأماكن القاسية بعدين تنصب بالأماكن الدانية هلا هذا الأمر رح ينعط شرحه بشكل هاي بس ولكن أنت لما بيكون عندك الداء السكري هو على شو بيأثر الداء السكري أكيد مرأ معكم بمكان ما الداء السكري بيأثر على اللوعية الدموية المحيطية ذات القطر الصغير وبالتالي هاي اللي بتعصب الأعصاب المحيطية العصب المحيطي البعيد يعني اللي بيعصب مثلا الساق كل المابعد حيكون شريان المرافق اللي هو ديق فلح يبلش الإصابة من الأماكن البعيدة باتجاه القريب فلح يصير فيه اعتلال أعصاب بعيد بعدين يبلش يزيد لحتى يصير قريب تمام واضحة الفكرة هون فهون يبلش بالأطراف السفلية على شكل الجوارب وبالأطراف العلوية على شكل القفازات هي هاي معروفة إصابة الجوارب بالقفازات لأعتلال الأعصاب وخاصة اعتلال الأعصاب المحيطية السكري تمام حكيم الله يعافيك معناها إذا فيه سؤال تاني كمان أنا جاهز ما في عندي مشكلة إذا ما فيه سؤال لحتى تبلش بالمحاضرة معناها طيب إذا ما فيه شي إن شاء الله يعني يكون ما فيه شي لحتى نكمل هلأ نحن كما مقدمة عن الصداع مثل ما حكينا هو من أكتر الشكاوي شيوعا بجميع الاختصاصات ولكن اللي بالنهاية هني بيصبوا بالاختصاص العصبية هني أكتر شي يعني بيجي بيجي اللي عنده صداع و بيراجع طبيب الداخلية و بيراجع طبيب الأزني و بيراجع طبيب العيني و بيراجع كتير اختصاصات بالنهاية لحتى يجي لعن الطبيب العصبية كمان ممكن يراجعه هلأ نحن المهم جدا نحن المهم جدا انه نميز بين الصداع البدئي و الصداع الثانوي طبعا الصداع الثانوي هو في مرض عميسببه بدنا نعالج المرض خلاص بتنحل مشكلتنا بينما الصداع البدئي هني في خمس أو ست أناط بدنا نحكي عليهم اللي هني الشقيقة الصداع التوتري الصداع العنقودي هلو الأهم ثلاثة بدنا نميز بيناتهم بعدين في عندي ألم العصاب القحفية مثل ألم مسلس التوائم و البقية يعني مثلا ألم العصاب البلعومي اللساني هلأ بشكل يعني خطوط عريضة خطوط عريضة لحتى تنميز الصداع البدئي عن الثانوي في بعض الصفات لازم نحن نعرفها الصداع البدئي البدئي يعني اللي ما إلو سبب اللي هو سببه هو مباشرة واحد من هذلول الأمراض صداع توتري صداع عنقودي شقيقة كذا يعني ما فيه آفة معينة بالدماغ مثلا مثل ما حكينا نزف أو ورام أو هيك هي تكون السبب عادة بالصداع البدئي قديم ليش لأنه هي آفة بدئية في خلال بيزيولوجي بالخلايا العصبية هو عم يسبب لي هذا الصداع بينما الصداع الثانوي هو عادة بس ما شرط ممكن يكون مفاجئ يعني الأغلب عليه أنه يكون مفاجئ وخاصة نحن لما بنحكي على المشاكل الوعائية يعني لما نحن بنحكي على نزف فوق الجافية النزف بيتطور خلال فترة قصيرة وبيكون حاد جدا فالصداع السانوي عادة مفاجئ التطور بالنسبة للصداع البدئي معروفين هدلول الأمراض اللي حكينا عليها مثلا مثلا مثل الصداع التوتري الشقيقة العنقودي المثلث توائم هو نوبي بيجينا بشكل نوبات تستمر لفترة معينة بعدين بتروح بترد بتعاود بترد بتروح بينما الصداع السانوي هو سانوي لآفة موجودة فهي لآفة طول ما أنه موجود الصداع موجود وبس نحلت راع فهو غالبا مستمر مستمر حتى تنحل المشكلة يعني يا بتنحل المشكلة وبيختفي ما بيعود بجينا بات تانية أو أنه بيضل عم يترقاط وما موجودة المشكلة الفحص العصبي بالصداع البدئي مو أنه عادة طبيعي لا شرط يكون طبيعي دائما هلأ هنشوف بمعايير تشخيص كل هدلولة الأمراض البدئية أنه آخر بند بمعايير التشخيص أنه الفحص السريري لازم يكون طبيعي بينما بالصداع الثانوي لا بده يكون غير طبيعي يعني يتبع للآفة الموجودة يعني مثلا نحن نحن نحكي على ورم دماغ لازم نلاقي أعراض التوضع نلاقي توسح حدقة وحيد الجانب نلاقي مثلا شلال حركي اختلاف بالحس بالجنب اللي فيه المشكلة إذا ما كان ورم كان نزف بدنا نشوف مثلا مريض عنده مثلا خلل بالضغط الشرياني لأنه هو مريض قلبي مثلا يكون يكون عنا مشاكل نزفية يكون عنا علامات توضح عصبي إذا كان نحن نحكي على احتشاء أو نحكي على نزف فعادة الفحص العصبي بيميز بين البدئي والسانوي واللي هو شرط أنه لما نقول الصداع البدئي الشرط أنه يكون الفحص العصبي طبيعي طيب الصداع السانوي هو عادة غير طبيعي ممكن يكون طبيعي طبعا ممكن يكون طبيعي إذا كانت القافة ببدايتها ممكن ما تظهر بس يعني نحن نحكي صفات عامة للتمييز بين النوعين السبب عادة بالصداع البدئي هو سبب غير مفهوم في نظريات كتير صارت التفسير هدلور الصداعات البدئية يعني هلأ مثلا بالشقيقة بيقلولك في الآلية الوعائية بعدين بيقلولك صار في آلية العصبية الوعائية بعدين بيقللك أنه في دور للسيروتونين كذا بالصداع البدئي بالعنقودي مثلا بيقللك في خلل معين بنواقع العصبية هو اللي يخلي هاي الآلية تصير فهو سبب غير مفهوم بينما بالصداع الثانوي آسف أنا يعني مضطر اليوم أفتاح من الجوال اي الصوت واضح لسا اي واضح تمام السبب مثل ما حكينا أنه غير مفهوم بالصداع البدئي بينما بالصداع الثانوي هو فيه مسبب واضح حسب الشيء الثانوي اللي ظهر لحتى سبب لي هاي المشكلة الأنماط مثل ما حكينا بالصداع البدئي فيه عندي أشياء تشخيصين هني الشقيقة والصداع التوتري هدلول كثير يعني هدلول نركز اليوم بالصداعات البدئية فيه عندي شغلات ثانية مثل الصداع العنقودي ألم العصاب القحفية في الصداع بالصداع الجنسي السليم صداع النوم مختلفين يعني ولكن هن اللي لحن ركز عليهم هن صداع التوتري الشقيقة والصداع العنقودي بالصداع السانوي هو سانوي لشيء معين فيه عنا صداع المسكنات فيه صداع النزف تحت العنكبوت فيه الصداع المرتبط بالتهاب السحايا فيه صداع ارتفاع وانقفض التوتر ضمن هذا بيتبع ل فهذا بيتبع للسبب السانوي اللي صار هلأ العنقودي التاريخية مهنا كتير مهمة مقاربة مريض الصداع متل ما حكينا لحتى نحسن نحزر انه هو صداع بدئي ولا ثانوي كتير بكوننا القصة لانه كل المرض لحيكون له صفات معينة بالقصة فهذا كتير يعني بيفيدنا فالقصة السريرية والفحص السريري كتير كتير مهم متل ما حكينا بدنا نسأله هل هو مستمر ولا نوبي لانه شفنا نحن البدئي هو النوبي عادة السانوي بيكون مستمر هل هو حديث ام مزمين متل ما حكينا يعني لحتى نحسن نميز هاي الصفات يعني وبدنا نشوف صفات الصداع هل هو مترافق مثلا بأعراض عصبية تانية ولا لا اذا مترافق بأعراض عصبية تانية نحن نتوجه للسانوي اذا كان ما نمترافق بأعراض عصبية تانية نتوجه للبدئي واذا كانت في صفات مخصصة للصداع لحننشوف يعني تمييز مثلا بالشقيقة في عندنا النسمة النسمة كتير بتوجه الوجه هذول كتير مهمين بالصداع العنقودي بينما بالصداع السانوي هتكون القصة مختلفة مرتبطة بالمرض الأساسي لسبب النية الفحص السريري مثل ما حكينا الصداع البدئي الفحص العصبي مو طبيعي غالبا شرط انه يكون طبيعي الصداع السانوي بيكون في عندنا يعني موجودات تتماشى مع السبب السانوي اللي السبب النية استقصاءات اهم استقصائين دائما هاي ما ننسى دائما باي حدا عم يقل لي انه ما نظل المشاركة هيك رجعت المشاركة ورجعت الصوت هي رجعت طيب ما بعرف أنا من وين نطعنا بس ما بظن انه حكينا نحن بمقاربة مرض الصداع دائما دائما بدنا نتذكر انه في مرض خطير لازم انفي وبعد منها يعني بتوجه للأمور الاقل خطورة واللي هني عندي قياس الاعتسفل لانه هذا مرتبط بالتهاب الشرعين ذو الخلايا العرطلة هذا بيكون التطور سريع والامور يعني سيئة جدا عند المريض وبيتحسن بشكل دراماتيكي على الكورتيزون فمشان هيك دائما أنا بطلب بالاستقصاءات المتعلقة بالصداع دائما سرع التسفل وبيدي انفي انه يكون قافة موجودة ضمن الدماغ فبطلب عن طريق الطبقي المحوري الحالات السريرية وفيكن تقرؤ لحالكم اذا صار في عليها اي اشكالية ممكن نحن نناقشها لاحقا بالنسبة هلأ للأمراض البدئية نحن يعني معظم درسنا بالعصبية هو اللي هيتناول الصداعات البدئية وفي درس مخصص هو للصداعات السانوية اهم وأشيع الأمراض المتعلقة بالصداع واللي بتتبع للأمراض العصبية البدئية هي الميغرين أو الشقيقة طبعا هي مانا أشيع واحد هي ثاني أشيع شي بعد الصداع التوتري لأنه ما في حدا مننا بعمره ما صابه صداع واللي هو غالبا بيكون بعد رد نفسي بعد تعب بعد منبهات بعد هيك اللي هو صداع التوتري بيلحقه ثانيا هو الشقيقة هي عادة في دور للوراسة مانو مؤكد كتير ولكن عادة يعني العائلة اللي فيها شقيقة ممكن نلاقي عند الأفراد اللي بعد الأبوين يكون مثلا عندهم شقيقة هي عبارة عن مرض نوبي عادة مثل ما حكينا مثل كل الصداعات البدئية هي مرض نوبي بتستمر عادة النوبات من ساعات لأيام وبين النوبات بيكون المريض طبيعي تماما والفحص السريري طبيعي عادة شدة المرض بالشقيقة هو شديد ومعطل عن العمل بأغلب الحالات وبتتراجع بعد فترة معينة بعد ما تخلق النوبة وبيرجع المريض الطبيعي بين النوبات هلأ شو التفسير الفيزيولوجي للشقيقة كان في نظرية سابقة بتقول إنه لسه هي شغال لسه العرض شغال لا دكتور إذا بدك بشارك الشاشة من عندي لا ما يفضل من عندي لأنه يفضل من عندي لأنه أنا مشان أتحكم بتحريك السلايدات طيب سابقاً كان في نظرية وعائية بتقول إنه أنه توسع الوعائي المرتبط الشرايين يعني اللي عم تغذي القحف بيصير فيها توسع وعائي وفي دور له للسيروتونين فيها فبعدين لأوا إنه ما كل الحالات إذا نحن اعتمدنا على العلاجات المتعلقة بالأوعية عم تستفيد فظهرت نظرية تانية اللي هي النظرية العصبية الوعائية واللي هي يعني فيها ضيف بتفسر إنه دور الوسائط العصبية اللي عم يعني عم تشارك بالصوضاء طبعا ما أنا كتير مهم هذا الأمر لنا مهم للأخصائيين أو الباحثين وعادة للي بدون يطوروا موضوع الأدوية ولكن نحن سريريا يعني بس نعرف إنه هو الفيزيولوجيا المرضية للشقيقة هي تدخل فيها عدة عوامل وخاصة الموضوع الوعائي والعصبية هلا في موجتين أو خلينا نقول في حدثتين أساسيتين لحتى يصير عندي حتى يصير عندي يعني نوبة الشقيقة اللي هن بداية بيبلش موجة الكبت الدماغي المنتشر اللي هي مسؤولة عن النسمة بعدين بيصير تفعيل نواة مسلس التوائم واللي هي هاي المسؤولة بشكل أساسي عن الألم موجة الكبت الدماغي المنتشر هي بيصير فيه زوال استقطاب للخلايا العصبية عادة بتبلش بمكان معين عند مثلا الآفة الوعائية اللي نظريا نحن مفترضين وجودها اللي صغير خلال وعائي توسع الوعاء هون سوال زوال استقطاب بمكان معين بعدين انتشر هذا الشراء المخية بعدين اللي هي عادة بالشقيقة عم تكون بالناحية القفوية مشان هيك عم يشوف المريض عادة خيالات أو يعني عم يصير فيه عنده مشكلة بموضوع البصر بعد منها بتنتشر زوال الاستقطاب لكامل الدماغ فما بتعود بتظهر هاي الخيالات خلينا نحكي اللي ظهرت سابقة لأنه كان متوضع بالناحية القفوية لحتى يصير كامل القشرة في زوال الاستقطاب هون بيمتقل زوال الاستقطاب لنواة مسلسة التوائم وبتتفعل من نواة مسلسة التوائم اللي هي مسؤولة عن حس الوجه والرأس فبيتفعيلها فبيتحرض عنا الألام الشقي هلا نحنا حكينا هادلولة صراحة لتلكون يعني يفضل نعرفهم لحتى نعرف في شلون الأدوية لمن لح نوصف أدوية أو لمن لح تظهر أعراض شلون بدنا نفسر هاي الأعراض حسب هاي النظرية تمام إذا إذا نحنا في عنا حدسيتين مهمتين بالشقيقة بتصير في عنا موجة الكبت الدماغي المنتشر اللي هي بتبلش بالمنطقة القفوية عادة وإذا ما بلشت بالمنطقة القفوية ما عم يكون في نسمة لأنه الشقيقة هلا هنشوف سريريا إنه الشقيقة إما مع نسمة أو بدون نسمة إذا كانت مع نسمة فبتكون يعني مؤكدة أكتر للتشخيص إذا كانت بدون نسمة فيعني بنحتاج معايير أكتر لحتى نحسن نشخصها بعدين تتفعل نواة العصب مسلس التوائم وبيتحرض الألام النوع بي حكي بس ممكن شرح نسمة بشكل يعني أسلس شوي ما وصلنا عليها وأنا والله ما حبي تحكي كثير عنها لأنه أكيد حدا سألني عليها هلأ النسمة هي هنحكي عليها هلأ 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 هتجي يعني بس لنحكي على سريريات الشقيقة بالعكس في تفصيل واضح يعني وكتير اللهم صلي عزيلا محمد مثل ما حكينا تفعيل نواة مسلس التوائم بتصير عادة بعد ما يصير في زوال الاستقطاب بكامل القشرة المخية فبتفعل العصبونات الموجودة بنواة عصب مسلس التوائم عن طريق يعني خلينا نقول بيصير فيها نتيجة التفعيل الزائد بيصير فيها مثل الالتهاب اللي هو نحن منسمي التهاب عصب عقيم فبينشأ عنه تفعيل نواة اللعابية العلوية اللي هي هاي نواة المسلس التوائم وبتصير بتحرد السحاية واللي هي هاي بتخلي الالام يظهر بنصف الرأس في شي في عنا بدنا نحكي فيه هاي صورة هون متل ما حكينا بتبلش الالية الوعائية اما بشريان او وريد فبعدين بيعمل زوال استقطاب بالمكان القريب عليه هذا المكان بيمتشر لكامل قشرة المخية بعدين لحتى يصل لنواة العصب المثلس توائم واللي هو بياخد حس اللمس او عفوا حس الالم من السحاية وبيصير بفسره الدماغ على انه الالم في السحاية وبتظهر هذا الصدع دور السيروتونين بالالية المرضية للشقيقة سابقا مثل ما حكينا هو من الوسائط العصبية المهمة لقوا انه مطبطات السيروتونين او يعني مثبتات عود قط السيروتونين لو انه بتفيد من هون يعرفوا الالية العصبية يعني سابقا كان يقولوا انه مشكلة وعائية عم يتوسع الوعاء ما منعرف ليش بعدين شافوا انه احيانا يعني تعصيب هذا الشريان احنا ما منعرف الاوعية كمان بيجي محا تعصيب ودي ونظير ودي فهي النهايات العصبية عم يكون فيها الوسيط هو السيروتونين لما عم يكون فيه خلل فعم يصير الاضطراب الوعائي بعدين الاضطراب الوعائي عم يساوي زوال الاستقطاب بالقشرة المخية وبعدين عم تظهر الحلقة تبع الشقيقة مثل ما حكينا يعني السيروتونين الودورهام بشقيقة هو المستقبلات تبعه بتكون ضمن الدماغ وبالأوعية هاي المستقبلات بتساوي تعديل بالنقل العصبي وبتساوي تقبض الأوعية بعدين بعد التقبض الأوعية بتترجع بتتوسع فبتسبب لي هذا زوال الاستقطاب هلا نجي على الشقيقة هذا كل شي حكينا هو شيء نظري صراحة لازم نكون نحن فهمانين الأساسيات فيه هلا الحكي المهم بالشقيقة هلا لا حيبليش الحكي المهم بالشقيقة هلا لا حيبليش فيه عنا الشقيقة هي اللي حتى نقول الصداع هو عبارة عن تشخيص الميغرين أو الشقيقة لازم يكون فيه عندي أربع مراحل لها ما شرط تكون كلها موجودة ولكن عادة بتكون موجودة وإذا كانت موجودة بشكل وصفي فهذا بيقربنا للتشخيص بشكل أكبر أولا بيبلش عندي مرحلة بادرية هي بتصير قبل الصداع قبل ما المريض يصير يجعو راسه في مرحلة بادرية هو بيصير يعني يحزر أنه هلأ أنا لحيصيبني صداع بعد منها في عندي النسمة اللي هاي هلأ لحن نشرح فيها بشكل مطول اللي هي تسبق الصداع مباشرة بص صارت النسمة المريض شوفي كان بيده دغري بيترك وبروح البيت لأنه بعد منها لحيصيبه صداع شديد وحيتعطل عن شغله فبيعرف بس شاف النسمة بيعرف أنه خلال فترة قصيرة لحيصير عنده الصداع المرحلة الثالثة هي مرحلة الألم واللي هي مرحلة الصداع هلأ كمان هنوصل شو هي صفات الصداع وش لين بدنا شخصه وفي عندي المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة مع بعض الصداع وهو بتكون انتهت نوبة الشقيقة بيرجع بعدا منها المريض الطبيعي لحتى تصيبه نوبة ثانية المرحلة البادرية هي عادة مثل ما حكينا هي بتكون لسه ما في شي بالدماغ الخلال الوعائي لسه ما صار فعادة بتكون هي مرتبطة بتفعيل الوطاء ليش؟ لأنه هي حتى الوسائط العصبية اللي بتأثر على الأوعية الدماغية على الأوعية الدموية الموجودة ضمن الدماغ هي منين بيجي هاي الوسائط العصبية بتجي عادة من الوطاء فتفعيل الوطاء بيسبب لي أعراض موجودة يعني عامة ما كل المرضى بيفرؤوها ولكن هي بتزيد تفعيل الدوبامين والميلوتونين والسومتوستاتين فبيصير المريض هدلول ثلاث وسائط عصبية بيسببونا تعب تثاؤب صعوب التركيز ألم رقبي أحيانا غثيان أحيانا قياء بسيط عفوا ما في قياء بسيط غثيان بسيط فهي المرحلة البادرية هلأ بصارت عنده هاي المريض حس حاله تعبان حس حاله أنه بلش التاوب بلش تلعي نفسه بيعرف أنه ممكن تجي نوبا وممكن تكون هي ما لعلاقة هي متعلقة بتعب حقيقي عند المريض بعد منها لما بتبلش موجة الكبت الدماغي المنتشر إذا بلشت بالمرحلة القفوية فبيصير عندي شي نحنا بنسميه النسمة النسمة هي بالمكان اللي بيبلش فيه التفعيل لح تظهر الأعراض اللي هي عادة عادة بتبلش بالمنطقة القفوية ومثل ما نحنا بنعرف أنه المنطقة القفوية مسؤولة عن حس البصر وبالتالي عادة عادة النسمة بصرية بس ممكن تكون غير شي طبعا ممكن تكون غير شي إذا بلشت موجة الكبت الدماغي بمكان تاني فممكن تكون هي النسمة حسية أو كلامية أو حركية تستمر حوالي نصف ساعة عادة يعني عادة ما تجاوز النصف ساعة وبتزول كليا يعني هاي الأعراض اللي بتصير بتزول كليا بعد منها بيبلش الصداع اللي هو عم يكون صداع شديد عم يكون تشقي عادة شو لست بدنا نحكيه هي مثل ما حكينا النسمة هي سابقة للصداع أحيانا بتكون معه بس هي عادة معروفة إنه النسمة بعد منها بيبلش الصداع وهي بتنتهي لمن بيبلش الصداع أشكال النسمات مثل ما حكينا في عنا نص نسمة بصرية واللي هي الأشياء في عنا النسمات الحسية في النسمة الكلامية والنسمة الحركية النسمة البصرية مثل ما حكينا هي بتشكل 90% من النسمات بتاخد أحد شكلين إما شكل إيجابي أو سلبي هلأ شو الفرق بين الإيجابي والسلبي إيجابي المريض شاف شيء السلبي هو مريض راح عنه شيكان عم يشوفه تمام الشكل الأشياء هو الإيجابي تمام فأشكال العتمات اللي بيوصفوها المرضى يعني لحتى نحنا نقول أنه هاي نسمة حقيقية في عندي العتمة المتألقة المتلألقة هي هاي أشياء وحدة يعني هلأ نحنا إذا نجي من أشياء النسمات هي البصرية من أشياء النسمات البصرية هي الإيجابية ومن أشياء النسمات البصرية الإيجابية هي العتمة المتألقة اللي هي موجودة بالشكل هون يعني منلاقي عتهمة ولكن على بياض يعني مثل ضو الأمر يعني خلينا نقول تجي بمركز البصر بس في أشكال تانية مثلا مثل اللي هون شايفينا في زكزاك سور القلعة في عنا أضواء وامضة في عنا بالعتماء بالنسمات السلبية هو أنه بيفقد البصر أحيانا المريض ما بيعود بيشوف فبيفقد البصر لفترة بعد ما يرجع البصر بيبلش الصداع ممكن نلاقي أضواء وامضة هلأ نحن تمييز بيناتهم كتير ما في داعي بس ولكن بدنا نحكي نحن أنه أشي عن النسمات هي النسمة البصرية واللي عم تكون بشكل أكتر ما يمكن على شكل عتم من متقلقة مركزية النسمات الحسية مريض بيحس طبعا هم تكون النسمة وحيدة الجانب لأنه بالنهاية عم يبلش يعني موجة الكبت الدماغي المنتشر عم تبلش بمكان تصير بهذا النصف يعني المسؤول عنه فعم تكون بمكان واحد وعادة عم يتفعل نوات العصب مسلس طويم بهي الجهة فمشان هيك عم يكون عندي صداع شقي في حالات ممكن تكون ثنائية الجانب في حالات ممكن تكون ثنائية الجانب اللي هي غالبا عند الأطفال طيب إذا ما بلشت موجة الكبت الدماغي المنتشر بالمنطقة القفوية اللي هي أشعة منطقة لأ ظهرت بالمنطقة الجدارية فعم يكون عندي شواش حس بالطرف المسؤول عنه نحنا شفنا هنيك الأونيس الحسي شلون مثلا أنه هاي المنطقة مسؤول عن تعصيب اليد هاي عن الوجه فبيصير في عنده شواش حسي بهذا العضو المسؤول عنه تعصيبها هاي المنطقة اللي بلشت فيها النسمة وبعد منها عم يصير عندي الصدع النسمة الكلامية هي إذا كانت موجة الكبت الدماغي المنتشر بلشت بالباحة المسؤول عن الكلام فعم يكون المريض عنده عسر كلام حبسة حسب المكان اللي عم تصير فيه مثلا ممكن نلاقي حبسة استقبالية حبسة تعبيرية ممكن تكون حبسة توصيلية هنحكي عليه هون اليوم اللي بنحكي على النسمة الحركية هي إذا كانت الموجة بلشت بمكان التعصيب الحركية بعد ما خلصنا من العراض البادرية وخلصنا من النسمة هل اللي نحكي على مرحلة الصدع طبعا ممكن تظهر الشقيقة بدون نسمة أبدا إذا كانت بلشت بمكان مائل وفعالية موجودة مثلا خلينا نقول بلشت الفص الجبهي فص الجبهي ما في إلو أعراض لا حسية ولا حركية ولا هاي هو مسؤول عادة عن العاطفة أو بمكان خلينا نقول هاي فممكن تكون الشقيقة بدون نسمة وبعدين يظهر الصدع مباشرة إذا بلشت موجة الكبت الدماغي المنتشر بمكان ما هو مكان مسؤول عن الحس ولا الحركة ولا الكلام ولا البصر هلأ نحن بدنا نحكي على الصدع تبع الشقيقة طبعا إذا كانت موجودة نسمة كتير بتقرب لنا تشخيص الشقيقة إذا ما كانت موجودة فمثل ما حكينا ممكن يتوه عننا التشخيص عادة الصدع بالشقيقة مثل ما حكينا إذا بدون نسمة بدنا معايير أكتر ليش لأنه في أسباب تانية بتسبب صدع وممكن يكون شديد فممكن أنا أخلق بيناتهم فلحتى هاي بدي يكون الصدع بالشقيقة لحتى أقول إنه هذا شقيقة في عندي خمس نوبات هاي إذا ما فينا سمة بينما إذا فينا سمة بيكفي نوبتين بيكفي طبعا هلا حيسأل واحد إنه طيب النوبات الأربعة الأولى قبل ما أقول إنه شقيقة بتكون هي نوبة صدع عم نعالج لها هل المريض بس تكرر أكتر من خمس مرات بهاي الصفات المعين اللي هلا حنحكيها صرت له إنه أنت مريض شقيقة وهون ممكن بلش له بالعلاج أثناء النوبات العلاج الإسعافي وبين النوبات ممكن أعطيه العلاج الوقائي اللي هل هل حنحكيها اليوم شو هي المعايير اللي منشخص فيها الشقيقة من ساعات لأيام يعني لازم تكون على الأقل أربع ساعات وتستمر لحوالي ثلاثة أيام طيب هذا الحكي إذا ما أخذ مريض مسكنات إذا أخذ مريض مسكنات ما يعني ما بنقول أنه يعني يعني إذا مثلا مريض صار عنده صداع وبعض نصصاعة أخذ حبة مسكنا وراح الألم ما بن فيه هذا السبب عرفتوا كيف فهو أربعة لاثنين وسبعين ساعة بدون أي تدخل دواري الصداع لازم يكون في يعني يكون الصداع بالشقيقة شقي يعني وحيد الجانب أما يمين أو يسار هو عادة يميل إلى الشدة ليش لأنه يعطل المريض عن شغله بما أنه هو المسؤول عن الشقيقة عادة نظرية ويعائية فهو منلاقيه نابض فهذا كمان مميز للشقيقة بعكس مثلا بس لا نحكي عن الصداع التوتري هنلاقي صفات الصداع هي على شكل شد لأنه ما في آلية وعائية فيها ذاك بيزداد بالحركة واستدعي تجنب النشاط اليومي في أعراض مرافقة هي غثيانة وقياء مثل ما حكينا لأنه في تفعيل للوطاء وفي رهاب ضياء رهاب ضجيج كمان هذا موجود بالشقيقة خمسة لا يمكن أن يعز الصداع لسبب آخر تمام واللي هو يعني يتمثل بفحص عصبي طبيعي بينما هلأ حكينا إذا كان فيه نسمة بيكفي نوبتين أنه يصير عندي لحتى نحسين نقول أنه هاي شقيقة بس نسمة مع صداع بيحقق هاي المعايير أنه شقي نابض متوسط لشديد وبيزداد بالنشاط الحركي مع نسمة هلأ هنشوف شو هي النسمة اللي هني حكينا عليه هون إما نسمة بصارية أو حسية أو كلامية أو حركية خلص أنا نوبتين بيكفوا وبحسين نقول أنه هذا مرت شقيقة وبلش له بالعلاج هلأ شو المثيرات الشقيقة أي شي بيأثر على الوسائط العصبية ضمن الدماغ واللي هن معظم هن هنشوف أنه المتعلقين بالتعاب وزيادة المنبهات للخلايا العصبية مثلا النوم القليل السهر التعب والتوتر أشعة الشمس الساطعة هاي كلها بتحرض يعني الخلايا العصبية أحيانا النوم الزايد كمان بيساوي خربطها بالوسائط العصبية الجوع البرد كلها آتوا هذا عفوان فهي كلها آتوا هلا التدبير والعلاج هو المهم نحن فيه عنا شغلتين يعني هلا كل شي حكينا بدنا نميز بين الصداع البدئي والثانوي بالصداعات البدئية هلا نحن عم نحكي الشقيقة بالشقيقة بدنا نعرف أنه الشقيقة شو الآلية الفيزيولوجية الأساسية فيها بدنا نعرف أنه هي ممكن تكون مع نسمة أو بدون نسمة وهلنسمات بد يميزهم عن بعضون بعدين نشوف شلون المعايير اللي حتشخصنا الأهم شي بعدين بعد منها بدي شوف العلاج ليش لأنه بالنهاية المريض ما بيهمه كل شي أنا حكيته يعني بالنهاية أنا تغلبت وعرفت وهي وأنه أنت عندك شقيقة أي أهلي هلأ بدنا نشوف شو العلاج واللي هي هذا بهم المريض بشكل كبير قبل ما نبلش بالعلاج لازم نحنا نفهم المريض أنه مرضك مزمن لأنه إذا ما فهمنا أنه مرضك مزمن المريض لحي يضر عم يدور من طبيب لطبيب أنا رحت لعنده فلان عالجني أخذت الدواء تحسنت بعد فترة رجع للدواء فبداية بداية لازم المريض يعرف حاله أنه مرضه مزمن لأنه هذا المريض مرضه يتكرر يعني بعد ما إجعنا مريض بنوبتين مع نسمة أو خمس نوبات بدون نسمة بعد ما أنا بجيب حطه للمريض أنت عندك شقيقة هذا مرضك مزمن هذا مرضك يتحرض بي 1 2 3 4 إذا النوب عندك شديدة أثناء النوب بناخد الدواء فلاني 1 2 3 إذا النوب شديدة عفوا إذا النوب شديدة بناخد أثناء النوب 1 2 3 بعيدة عن بعض وإذا نوبك قليلة ممكن ما نلجأ للعلاج الوقائي وهلأ ما تشوف شو هو استطباط العلاج الوقائي تمام مثل ما حكينا وإذا نحن ما فهمنا هذا المريض المريض ما هيكون راضي وبالتالي بالإحصائيات عم تقول أنه 40% من المرضى غير راضين عن العلاج المقدم لهم ليش لأنه ما مقتنع أنه نحلت مشكلته ولكن من قبل ما تبلش بعلاج المريض بتفهمه أنه أنت مرضك مزمن نوابي هايجي على شكل نوبات هون بيطاوع معك المريض أكتر وبيعرف أنه مرضه ما له حل نهائي غير أنه يلتزم بالوقاية ويبعد عن المثيرات وياخد العلاجات أثناء النوبة شو كما بنحكي الأدوية النوعية للشقيقة يعني عادة تأتي وكلها إذا أخذ المريض بانتظام وإذا أخذ محل العلاج الوقائي في مرضى كتير بيصيروا بينتقل الصداع عندهم من صداع الشقيقة لصداع حنحكي عليه لاحقا هو صداع المسكينات لأنه بياخدوا مسكينات كتير وهي مثل ما حكينا هي الشقيقة مرض يعني بيجنب المريض النشاط الفيزيائي ومثل ما شفنا نحن بنوبة الشقيقة هي من 4 إلى 72 ساعة يعني العامل إذا صابته مثلا كل أسبوع أو أسبوعين نوبة وحدة يعني هو عم يعطل على الأقل يوم كان فهذا شيء له نتائج اقتصادية مهمة وهي هلا لحتى ينجح العلاج معنا مثل ما حكينا لازم يكون تشخيصنا صحيح بس كان تشخيصنا صحيح لازم نفهم المريض شو مرضه لحتى يطاوع معنا ويحسن يعني هو كمان يساعدنا بعلاجه عادة لازم نفكر بالعلاجات يعني الغير الدوائية اللي هي بتكون وقائية أنه أنت مثلا أنا بدرس نمط حياته للمريض أنا زلمي مثلا بيشتغل شوفير باص بسهر كتير كذا إذا في إمكانية يعدل من شغله من سهر ومن كذا هاي كتير بتعطيه مثلا ممكن تخفف له النوب من نوبتين مثلا بالشهر لنوبة كل ثلاثة شهور فهذا هو بيعتبر إنجاز صار عنده مثلا مثلا حكينا تجنب يعني العوامل المثيرة الحالة السرية حنتجاوزها مثلا حكينا لعلاج الشقيقة في عندي نمطين للعلاج في عندي علاج نوعي يعني يستخدم بالنوبي هو عفوا في علاج نوبي وعلاج وقائي علاج بناخده أثناء النوبي لما هلأ المريض متوجع هو عادة أكتر شي نحن منشوفه المريض يعني هلأ ما ترح بالطبيب أما بين النوبات ما يجي عن راسي أكيد ما يجي لعندك إلا إذا هو يتابع حالك فعادة العلاج النوبي هو يعتمد على المسكينات لأنه عادة يجي للمريض بمرحلة الصداع والصداع نحن نخفف له الألم وهون يعتمد على المسكينات هلأ في عندي بالنوبي ذاتها يعني الاعتيادية السيتامول والنسيد العلاج النوعي اللي هي مثل ما حكينا طالما أنه في دور كبير للسيروتونين فبالتالي هو هذا العلاج النوعي هو اللي بيستهدف مستقبلات السيروتونين واللي أهمها هن التريبتانات والأرغوتامين تمام هلأ لحنا نحكي على العلاجات اللي مناخذة ضمن النوبي مضادات الالتهاب السيرويدية كلياتها ممكن تستخدم أثناء النوبي مثل البروفين الديكلوفيناك الأسبيرين النابروكسين الاندوميتاسين كل هدلولة فينا نستخدمهم ضمن النوبي ليش لأنه مثل ما حكينا نواة العصب مسلس ثوائم عم يصير فيها التهاب عصبي عقيم فممكن هيتخفف الالتهاب وبالتالي يتخفف الألم عدا عن أنه هي مسكنة في بتأثير تسكين الدواء الثاني النوعي اللي هو التريبتانات اللي هن بيشتغلوا على دور السيروتونين بالشقيقة شو إلون هن التريبتانات هن إلون دورين السيروتونين عادة هو كوسيط كوسيط كيميائي للنهايات العصبية وسيط عصبي هو مسكن للألم فهي بتقليدها للسيروتونين عم تصبت السبيل الألمي وتاني شي عم تقبض الأوعية لأنه نحن حكينا بآلية الفيزيولوجية أنه بعدين عم يصير في عندي توسع وعائي اللي هو عم يبلش لنوبة الكبت الدماغي المنتشر وبالتالي بهي الآليتين عم يصير عنا يعني تخفيف للألم ضمن النوبة شو في عنا نحن أدوية منهم اللي هن في كتير أدوية ما مطالبين غير أنه نحفظ أسماءهم يعني لاحقا اللي بيصير في عنده اطلاع أكتر ممكن يعني نحكي على موضوع الأمور الصيدلانية في عنا السومو تريبتان والإليتريبتان وفي عنا هذلو الاثنين بالنسبة للتريبتانات هلأ الإرغوتامين كمان هو بيشتغل على كمان بيشتغل على نفس مبدأ التريبتانات بتقليد السيروتونين والتقبيد الوعائي بس كمان بيقوم بشغلة تانية هي تفعيل مستقبلات الدوبامين والدوبامين مثل ما نحن بنعرف أنه كمان مثبت للألم فبالتالي هو بس مثل ما حكينا لما بفعل مستقبلات الدوبامين عم نصير عنه غسيان وقياع عن المريض يعني هذا اللي بدنا نعرفه ممكن مضادات القياء ومضادات الزهان كمان تشتغل اللي هي بتخفف مضادات الزهان المقصود فيها اللي هن مضادات الزهان هن المثبتات العصبية يعني نحن في عنا زوال الاستقطاب للقشر الدماغي فنحن عم ناخد شي يخفف زوال الاستقطاب نتيجة تصبيط الخلايا العصبية هون عم تشتغل مضادات الزهان حاصرات مستقبلات الدوبامين كمان ممكن تشتغل طبعا عفوا بمضادات القياء والذهان يعني في عنا اللي هن مضادات الزهان في إلها ثلاث تأثيرات اللي هن حاصرات مستقبلات الدوبامين والبروميتازين والأندانستيرون تمام هلأ المشاركات الدوائية ممكن نحن نشارك أكتر من دواب الصداع زي ما أخف يعني ممكن نحن نعطي مع سومة ريبتان عادة هاي أثناء النوبة بيتحسن المريض لما ما بيتحسن المريض بالأدوية الفموية ممكن نلجأ ل المسكنات الأقوى مثل ما حكينا العلاج غير الدوائي كمان كتير مهم بالشقيقة اللي هو يعتمد على تطمين المريض وتجنب المثيرات هلا في وصايا الخمسة بعلاج الشقيقة يعني أول شي بدك تتأكد أنه ما في تشقيص تاني سبب يعني بسبب الصداع غير الشقيقة تمام تاني شي تجنب المثيرات هذا كمان شيء مهم لا يقل أهمي عن الدواء ثلاثة تحسين العلاج إما بعلاج وحيد أو المشاركات الدوائية حتى المريض يحسن يطاوع عندك ممكن إذا كان في داعي نستخدم دواء وقائي بين النوبات هلأ العلاج الوقائي شو بيعتمد نحن أهم دواء وقائي بالشقيقة وعادة هي حاصرات بيتة ليش نحن مثل ما حكينا الآلية بالنهاية عم تكون خلل وعائي عم يصير بداية تقبض وعادة توسع فنحن بدنا شيء أثر على هذا الآلية واللي هي أهم دواء فيهم هو حاصرات بيتة بس نحن قبل ما نحكي على الأدوية الوقائية بدنا نحكي أمتى من استخدم العلاج الوقائي هذلول ثلاث حالات مهمة جدا لازم نحفظها إذا أكتر من أربع نوبات بالشهر لازم استخدم علاج وقائي إذا نوبتين من هذلول يعني إذا مو أربع نوبات ولكن نوبتين عطلت المريض عن شغله كمان بد يستخدم علاج وقائي إذا صار عندي إنه المريض عم يعتمد كتير على المسكينات لا هون صار لازم عطي علاج وقائي لحتى ما يصير عنده نوع ثاني من الصداعات واللي هو صداع المسكينات شو هي الأدوية الوقائية متما حكينا هي حاصرات مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة وحاصرات قنوات الكالسيوم وأحيانا ممكن نلجأ لمضادات الاختلاج هذا كل شي ما بدنا أكتر من هيك يعني بس نحن نعددهم تعداد الأدوية المستخدمة بعلاج الوقائي وشو هي الحالات اللي بدنا نعطي فيها علاج وقائي هؤلاء المهمين جدا هلأ هلأ في حالات خاصة بالشقيقة اللي هي بسموها الحالة الشقيقية اللي هو بيستمر الصداع أكتر من 72 ساعة يعني بيظل أكتر من ثلاثة أيام موجود هيك مستمر ما في سبب آخر بسببه فهي نحن نسمي الحالة الشقيقية هذا لازم قبول بالمشفى لازم ياخد إماها كافية لأنه المريض من الصداع ما بيعود بياكل ولا بيشرب فلازم إماها نعطي الأدوية نسكنه بشكل جيد لحتى يعني نكسر هي الحلقة تبع الصداع ونشوف إذا فيه سبب تاني لأنه هي نادرة فإذا كانت موجودة فلازم ننفي أي شي عم يصير عنده الشقيقة عند الأطفال هي من الحالات الخاصة عادة الشقيقة هي مرض متوسطي العمر نادر ما نشوف ها عند الأطفال ولكن إذا شفناها فهي فهي عم تكون إلى خصائص معينة هي عادة عم تكون نوبة ما بتوصل للأربع ساعات هي ساعة بس غالبا بتكون سنائية الجانب مانا جانب واحد وهي مرض يعني معيق للطفل بتحسوا أنه المريض الطفل يعني تعطل عن كل الوسائط اللي حواليه فمشان هيك متابعتها بشكل جيد لازم تكون المظاهر السريرية هي بتتجلى بإقياءات متكررة عند الأطفال وبنلاقي أنه بيقلك المريض أنه دايخ فهو المريض يعني الطفل ما بيعرف يعبر كتير عن الصداق بيقلك دايخ وممكن يكون في عنده دوار يعني في عدم توازن أليف ولكن نادر ممكن يلاقي عند الأطفال كمان شلال بجنب أو جانبين البقاء يهد لوريمان أنه كتير مهمين بالنسبة للعلاج الشقيق عند الأطفال هو بيشبه العلاج عند البالغين يعني هي المسكنات أثناء النوبة أو حتى ممكن نعطي علاج وقائي إذا كانت شديدة جدا قبل الست سنين نحن ما كتير من حبز لمضادة الاتهاب غير استرويدي ولا حتى تريبتانات يعني هذلولي ما مفضلون قبل الست سنين فعادة نعتمد على البارستامول على المسكنات العادية ممكن نعطي حاصرات بيتة إذا كان شديد النوبة هيك من نكون خلصنا من الشقيقة بعدا منها لحننتقل للصداعات البديئية التانية واللي لحن نحكي عليه بالمحاضرة الجاي هو الصداع التوتري كمان هو مهم أهمية الشقيقة ونحكي على البقية بمرور ونميز كل واحد فيه هون بشكل إذا في سؤال أنا جاهز إذا ما في سؤال حتى ننهي المحاضرة دكتور بالسؤال فضلي هلأ حضرتك قلت عن العلاج بأسماء النوبات نحن ما ممكن أن نتجنب النوبة بعلاج بالطول البادري طبعا إذا كان هون عم ياخد أصدك إنه نحن نعطي العلاج الوقائي هو بالعلاج البادري بلى ممكن أو بالنسبة بدأ تظهر حتى يعني إحنا حتى لو عم نستخدم العلاج الوقائي هو وقائي بس ممكن تظهر النوبة يعني تمام السلام عليكم حكيم هلأ المحاضرات ما ناخدها من المقرر أنا أخده كله المقرر أو ما ناخد منه أنا بالنسبة إلي ما نيمستلم مادة العصبية بالعكس أنا بلجت فيها لأنه يعني لسه ما جهزوا الأطباء المسؤولين عن مادة العصبية فلحتى بس نتأخر فيها يعني بس يجهزوا نتأخر فيها فلح نبلش بالمواضيع الهامة بصراحة نخلص المواضيع الهامة اللي بتهمكن كتير لحتى